السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن عنصرين او حاجتين من بيتك مش بادوية خالص مينفعش تربي فراخ للبيض بيكونش عندك المكونين دول وما تستخدمهمش قبل ما تكلم على المكونين دول عندي شوية كلام كده للناس اللي دايما بتقول عندي فراخ كتير وما باخدش منها بيت خالص حبيبتي انت اكيد يعني متفكرة زي زمان احنا مش هنعمل حاجة للفراخر اننا ننمرهم الاكل ونسيبهم ونمشي ما بقاش كده ما بقاش الزمن كده دلوقتي لان احنا كتفنا الطيور دي وقفلنا عليها فطيور دي اصلا زمان كانت بتجري في الارض وفي الغطان في الجنين وترجع اخر النهار بتبقى خلاص كلت كل العناصر اللي هي محتاجاها واخدت كل الحاجات اللي هي محتاجاها فكانت بتبيض من غير محد يتدخر في الموضوع ومن غير محد يديها اي بيتامينات ولا اي حاجة لكن مع الوقت والتطور والانسان بدأ يحبسهم بقى بقى نحطهم في قوة ونحطهم دلوقتي كمان حتى فيها اقفاص بيحطوا فيها الفراخ تبيت فيها فكل ده ادى الى ان الفراخ بدأت ما تاخدش كل العناصر اللي هي محتاجاها دي نقطة النقطة التانية انه بالفعل الارض العناصر بتقل منها يعني العناصر الموجودة في الطبيعة كده كده بتقل وبتشالم المكان يعني من الارض حتى احنا كبشر العناصر الغذائية مش موجودة بالوقتي في الخضر وفي الحاجة زي زمان فعشان كده كله بيقل فاحنا لازم نعوض الكلام ده كله باننا ندي وصفات مكملة وحاجات مكملة للتيور بتاعتنا حضرتك الفراخ بتاعتك مش بتبيض اول حاجة تعمليها اول حاجة خالص هتبدأ يوم الصفر تزبطي مواعيد اكلهم تزبطي مواعيد اكلهم وكمان تختار لهم نواعية اكل متنوعة يعني بنعمل علف بنحطه مثلا شوية صغيرة الصبح مش قصدي علف يبقى علف صافي لا علفة يعني عليقة عبارة عن خليط مع بعض وكده بنحط الصبح شوية وبعد كده بنحط لهم اكل البيت بس يكون ناشف خضروات برسيم كل الحاجات دي جميلة جدا بعد كده بتسيبيهم يجوع بساعتين 3-4 عادي ما فيش مشكلة وتأكليهم بقى ايه قرب المغرب كده او العصر تحطي قدامهم اكل كافيهم لحد الصبحية يعني تأكلي فراخك بمعدل مرتين اتنين في اليوم مش كل الوقت وطول الوقت الاكل قدام الفراخ علشان الفراخ ما تزهقش من الاكل وتكره وكمان نفسها تتسد ومش هتاكل وهتبضل تنشف وتخس دي اول نقطة تاني نقطة ان احنا لازم نرعى الفراخ بتاعتنا بشكل دوري في تطهير المعدة مشاكل الفراخ البياضة دايما المشكلة في الامعاء ليه؟ لان الفراخة زي ما انت شايفة ما بتبطلش نكش في الارض ما بتبطلش تنقير في الارض هي خلقتها كده فلازم ان احنا نعمل حاجات للفراخ ننظف امعاء الفراخ بيها وفي فيديوهات على القناة كتيرة جدا علشان ان احنا ازاي ننظف امعاء الفراخ او القضاء على الاسهالات او القضاء على البكتيريا والميكروبات والكلام ده كمان لازم تدي الفراخ بشكل دوري حاجة للددان اما تدي شيح او تدي شربة ددان بندكس بشري بقى بحطوا قرس على تلاتة لتر مية بطحنوا ودوبوا في تلاتة لتر مية وحطوا الايوم على العطش يكونوا عطشانين عشان يشربون مرة واحدة وبنعمل الحكاية ديا كل اسبوعين مرة ان الددان هي سبب رئيسي في ان الفراخ مضبطش طيب انتي عملتي كده وجوات الفراخ وازبطت اكلهم هتبدأ بقى تديهم وصفات تزود يعني في الحاجات بتاعتهم اللي هي تعود الحاجات النقصة الفيتامينات والاملح والمعادن والحاجات دي كلها احنا ممكن نوفرها من الوصفات اللي احنا بنعملها وفي وصفات كتيرة جدا موجودة على القناة لزادة انتاج البيض اتمنى ان انتو تشوفوها وتتفرجوا عليها وبإذن الله هتلاقوا فيها حاجات كتيرة جدا حلوة ويعني وصفات حلوة جدا بقى غير كده بقى من ضمن الحاجات اللي ماينفعش ابدا تربي فراخ للبيض وما تكونش بتستخدمي الحاجات لحاجتين دول بشكل منتظم وبشكل دوري ولو نستيهم صدقيني يعني هتبقي خسرانة كتير بالفترة اللي انت هتبطلي فيها هتحس ان الدنيا تختلفت معاك علشان يبقى عندك فرخ حيوي صحته حلوة تربوش الفرخة احمر علشان تبقى كده عنقود البيض مكتمل يعني لما تربوش الفرخة بيكون احمر بيبقى عنقود البيض مكتمل وبتبقى ما شاء الله بتبيت كل يوم طب ازاي اخلي الفرخة كده بمكون بسيط جدا وبمعلاقة واحدة بس من الخل على لتر مية وبحطها للفرخ بتاعتي كل يومين مرة يوم ويوم حلو جدا جدا الخل الخل ده احد المكونين اللي احنا بنتكلم عنه من نهار ما ينفعش تبقى عندك فرخ بيضة بياضة يعني فرخ للبيض وما تستخدميش ليهم الخل بشكل منتظم مش هستخدمه مرة وقول لنا دي حطته مرة وخلاص الخل ده مع الفراخ اللي بتبيض لازم كل يومين معلاقة كده على على لتر مية تمام الحاجة التانية اللي لازم نستخدمها برضو الفراخ دي ممكن بتاكل علف بتاكل يعني حاجات كتيرة من الارض ممكن يحصل عندها تعفن ممكن يحصل عندها تسامن فطري ممكن يحصل عندها مشاكل في الكبد وفي الكلا وكل ده بنحله بحاجة بسيطة جدا وان احنا بنعمل لهم معلاقة من العسل الاسود على المية العسل الاسود على المية بيخلي الفراخ تفوق بيخلي احيانا الناس كتير تقول الفرخ كمشانة بس بتاكل وبتشرب عادي لكن كمشانة مش عندهاش حيوية كده وليش هدبلان ده بسبب ان الكلا او الكبد بازوا بسبب ان احنا ما بندش اي منشط كبد او كلا طبعا احنا ما بنستخدمش ادوية في معظم الاوقات نستخدمهاش جل الضرورة الكسوة فبديل المنشط الكبد وبديل غسله الكلوي هو العسل الاسود مينفعش اطراب بتيور من غير ما يكون عندك في البيت عسل اسود والله العظيم بيفرق بيفرق كتير جدا جدا في انتاج البيض وفي حيوية الطيور بتاعتك طبعا الفرخة المريضة عمرها ما هتنتج بيض فانا بحاول ان انا اقوم كل المشاكل اللي ممكن تحصل واعمل وقاية منها بالحاجات دي بان انا استعمل الخل بشكل منتظم استعمل العسل الاسود بشكل منتظم مينفعش انساه واسيبه واقول ما انا استحطته مرة وخلاص لا العسل الاسود لازم على الاقل مرة كل اسبوع على الاقل زي الخل برضو اقل حاجة مرة كل اسبوع انتبعنا الحاجات دي ان شاء الله هتلاقي الفراخ بتاعتك بتبيت جيء كويس جدا وشكلها حلو وطبعية وعن قد بتاع البيت بتاعها يعني ايه شغال ما بتقطعش بيت خالص ولا مهما حصل حتى ولو هي بتغير ريش ده من انتو شايفين كده عندي بعض الفراخات بتغير ريش بس ما شاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله كله بيبيت ما يعني وما شاء الله الفراخ دي عندي بقى لها سنتين يعني دي تاني سنة ليهم وما شاء الناس بتقول الفراخ كبرت في السن بقى لها سنة لا انت انت اللي مهملة في الفراخ او مش يعني مش واخد بالك ان الحاجات دي لها ايما قد كده احنا بنستهتر في الحاجات ديت ونفكر انها حاجات بسيطة لكن والله الحاجات دي فعلا بتفرق كتير دايما نستخدم العسل ودايما نستخدم الخل بشكل دوري للفراخ البياضة علشان تبقى يعني في صحة وحيوية اه اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وطبعا لايك للفيديو اه والى اللقاء في فيديو جديد استودعكم اه شكرا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته